تكتمل سعادة الصائم في شهر رمضان عند قيامه بمساعدة الفقراء والمحتاجين مساعدة الفقراء والمحتاجين من الأمور الأساسية التي يقوم بها المسلمون خلال شهر رمضان الفضيل حيث يقبل عليه المسلمون بفعل الخير ومساعدة الغير لكسب الأجر والثواب فللفقراء والمحتاجين حقوق علينا لذلك يجب مساعدتهم والعطف عليهم لأن غريزة الإنسان تجعله يشعر بحال غيره وبذلك سنقضي على الشعور بالحقد والحسد والجرائم والسرقة فالصوم يزرع فينا العطاء والمسارعة في مساعدة الآخرين ومن مظاهر مساعدة الفقراء والمحتاجين كأن نساهم في تأمين المواد الغذائية الضرورية لعائلة فقيرة وتوزيع وجبات افطار مجانية أو التبرع بمبالغ مالية تساهم في دعم معيشة الأسر الفقيرة في هذا الشهر الفضيل قال الله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يجب على كل إنسان قادر أن ينظر إلى حال المساكين والمحتاجين خلال شهر رمضان فهو شهر فعل الخير والطاعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا